وصل منتخبنا الأول بقاية الكابتن حسام حسن تدريباته في إطار الاستعداد لمواجهة بوركينة فاصل مقرر لها يوم 6 يونيو في الجولة الثالثة من التصفات الإفرقية المؤهلة لنهيات كاس العالم ونضم عمر كمال لمعسكر المنتخب وشارك في جزء من تدريبات الفريق وده بعد إصابة فتوح وخروجه من المعسكر وحضر مران منتخب مصر جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة وخالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد وعامر حسين وحلمي مشهور محمد أبو الوفا أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة عايزة أنقلكم أو أقول لحضراتكم أن الأجواء حاليا داخل معسكر المنتخب الوطني مثالية كل التوفيق لكابتن حسام حسن كل التوفيق لمنتخبنا والفراعينا في المرحلة القادمة وفي المباريات القادمة